رحبت وزارة الخارجية بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف تصدير السلاح لإسرائيل على خلفية الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان والتي أسفرت عن سقوط عشرة الآلاف من الضحايا والمصابين المدنيين معظمهم من النساء والأطفال في تحدي واضح للمجتمع الدولي وأكدت وزارة الخارجية أن الدعوة التي أطلقها الرئيس الفرنسي تتماشى تماما مع احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني وتعكس الاستياء العارم والمتزايد على المستوى الدولي من العدوان الغاشم الإسرائيلي على غزة ولبنان مجددة مطالبتها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في كل من قطاع غزة ولبنان كما ثمنت وزارة الخارجية موقف فرنسا الداعم للحقوق الفلسطينية وإقابة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وللقرارات الدولية ذات الصلة ترجمة نانسي قنقر